موسيقى يا أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدين فضائية العراق التربوية ونحن نلتقي في درس جديد لمادة الجغرافية البشرية اتناولنا المخصبات الفوسفاتية في الدرس السابق رح نتناول اليوم المخصبات النيتروجينية المخصبات النيتروجينية أيضا جدا مهمة وتعد رح ننتقل إلى المادة العلمية يعد النيتروجين العنصر الأساسي لكل المخصبات النيتروجينية وإن الغلاف الغازي هو مصدرها إذن هي من تأتينا؟ من الغلاف الغازي قافيتنا على شكل فراغ كون عنصر النيتروجين يتكون من 78% من نسبة الهواء الجاف هذه النسبة مطلوبة وجدا مهمة وتأتينا على شكل فراغات ويوجد هذا العنصر بمعدل يبلغ 7.812 طن فوق كل متر مربع من سطح الأرض وهو موجود بحالة غازية ورغم أن هذه الوفرة إلا أنه كغاز لا يصلح بشكل مباشر في تغذية المحاصيل الزراعية وهذا عندنا التعليل جدا مهم ومكرر وزاريا لا يصلح علل لا يصلح بشكل مباشر في تغذية المحاصيل الزراعية راح يكون الجواب لأنه عنصر خامل لا يميل إلى الاتحاد مع غيره لا يميل إلى الاتحاد مع غيره من العناصر ويقاومها إذن هذا راح يكون جواب التعليل لكي يكون النيتروجين مفيدا للمحاصيل الزراعية يجب أن يكون متحدا مع العناصر الأخرى ويتم ذلك بإجراء عمليات داخل المصنع إذن شون راح نستخرج النيتروجين أو شلون إحنا راح نوفر النيتروجين لازم يتوفر مع الاتحاد مع عناصر أخرى شلون راح يكون راح يكون عندنا صناعيا داخل المعمل بإجراء عمليات داخل المصنع لإنتاجه بكميات تجارية وهذا هو الأساس في الحصول عليه أو عن طريق الطبيعة بواسطة عملية التفريغ الكهربائي نقدر نحصل عليه في الطبيعة أثناء البرق والرعد بواسطة التفريغ الكهربائي الذي يساعد على اتحاد النيتروجين أثناء حدوث البرق والرعد مكونا عكاسي النيتروجين التي ينقلها المطر إلى التربة على شكل أحماض النتريك وهذه تضيف إلى التربة من النيتروجين المتحد حوالي كيلوغرام واحد لكل 2500 متر مربع سنويا في الدونم ويتوزع النيتروجين هنانا التوزيع الجغرافي أعزائي الطلبة راح نشوف وين التوزيع الجغرافي يتوزع النيتروجين في القسم الشمالي من شيلي في أمريكا الجنوبية على شكل سطوح مترسبة في صحراء أتكامة التي اكتشفت سنة 1813 ميلاديا حيث الوادي الطولي الممتد بين سلاسل جبال الإنديز والسلاسل الساحلية وتحتوي هذه الترسبات من النيتروجين المتحد على شكل نترات الصوديوم بنسبة 65% بنسبة 65% متكونة 65% والمتبقي من النسبة متكون من مركبات كيميائية أخرى وكانت شيلي اللي هي في أمريكا الجنوبية لمدة قرن أي حتى سنة 1914 هي المصدر الأول لتجارة الأسمدة النيتروجينية في العالم وهذا جدا مهم قد يأتينا على شكل فراغ إضافة إلى التوزيع الجغرافي إنتاج المخصبات النيتروجينية بلغت نسبة تصنيع هذه المخصبات 80% من الإنتاج العالمي بينما تسهم أفران الكوك الكوك بعد تحويل الفحم إلى غاز في إنتاج أصباط 10% وإن زيادة الطلب على هذه المخصبات إنعكس على نمو الإنتاج العالمي المطرد لهذا العنصر إذ بلغ في سنة 1970 إلى عام 1971 بحوالي 31 ألف 31.600 600 ألف طن ارتفع إلى سنة 2006 إلى 117 فارزة 505 ألف طن وقد جاء معظم هذا الإنتاج من ثمان دول هذه الدول بلغت نسبة إنتاجها لهذه الأسمدة بحوالي 66% من الإنتاج الكلي للدول المنتجة له وهي من هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان كما هو موضح في الجدول الولايات المتحدة وروسيا واليابان وألمانيا والصين والهند وكندا وهذا يكون للإطلاع فقط عزيز الطالب ننتقل إلى العناصر الكيميائية ننتقل إلى العناصر الكيميائية وأول عنصر كيميائي رح نأخذه هو الكبريت ما هو تعريف الكبريت؟ تعريف الكبريت هو عنصر كيميائي لا فيلزي لونه أصفر يوجد في الطبيعة بشكل خام ويوجد أيضا في النفط عندما يوجد الكبريت في النفط يسمى بالنفط الحامضي وهذا يأتينا على شكل تعريف الذي يحتوي على غاز كيبريتيد الهايدروجين أجتو أجتو أس وللاستفادة من النفط كيبريتيد الهايدروجين وللاستفادة من النفط يستوجب التخلص من هذا الغاز يستوجب التخلص من هذا الغاز الذي نحصل منه على الكبريت ويكون على شكلين هناك كيف يكون أنصر الكبريت؟ سيكون على شكلين الشكل الأول أحدهما على شكل كتل على شكل كتل وبودرة مسحوق صفراء اللون والشكل الثاني ثانيهما على شكل شرائح صفراء اللون ويعد الكبريت واسع الانتشار في العالم ويوجد حرا ومتحدا كما يتحد مع الفلزات مكونا كيبريتات أهمها كيبريتات الحديد وكيبريتات النحاس وكيبريتيد الزنك الزنك وكيبريتيد الزعبق وغيرها تعدين الكبريت تعدين الكبريت شون رح نستخرج الكبريت وشلون رح نعدنا وهذا السؤال جدا مهم وجدا مكرر وزاري كان الكبريت في السابق يستخرج بطرق أولية بسيطة لا تساعد على استخراجه بكميات كبيرة ووفيرة لا سيما حين يكون على أعماق بعيدة نسبيا مثل خمسمائة قدم تحت الصخور وبعد تطور العلم وتطور التكنولوجيا وازدياد الحاجة لهذا العنصر تم إيجاد طريقة ميكانيكية لاستخراجه في سنة 1900 ميلادي وهذه الطريقة تشبه في بعضها أو بعض وجهها استخدام النفط ومفادها هو استعمال كيف رح نستعمله أو كيف نستخرجه إن عدن الكبريت رح يكون عدي استعمال حفارة كالآتي شون الحفارة اللي نستخدمها في استخراج النفط رح تكون نفس الحفارة لاستخراج الكبريت ولكن شون رح تكون فيها هذه الحفارة تحتوي على ثلاثة أنابيب كل أنبوب داخل بالأنبوب الآخر ثلاثة أنابيب بأقطار مختلفة الأنبوب الأول رح يكون ثمانية إنش والثاني ستة إنش والثالث أربعة إنش يدخل هذه الأنابيب في بعضها البعض الآخر وتتحرك هنا رح تتحرك هذه الأنابيب حركة نصف دائرية يعني حركة نصف دائرية هذه الحركة النصف الدائرية حتى نوصل إلى أعماق الكبريت بواسطة هذه الحفارة حركة نصف دائرية لحفر البعر حتى الوصول إلى الكبريت وصلنا إلى الكبريت شنو رح نعمل أعزاء الطلبة يدفع في الأنبوب الأكبر اللي هو الأنبوب الثمانية يعني إيش رح ندفع به بخار الماء المسخن مو ماء بخار ماء مسخن بدرجة حرارة مية وسبعين درجة تقريبا درجة تقريبا فيؤدي إلى صهر الكبريت طبعا بخار الماء بدرجة حرارة مية وسبعين رح يصهر للكبريت يسوي عبارة عن رغوة أطفو لأنه رح يموع ينصهر درجة حرارة كلش عالية هذا وين ضغطه في الأنبوب الأكبر أو الأول اللي هو ثمانية إنش إلى صهر الكبريت وذوبانه داخل البعر ثم يدفع في الأنبوب الثاني اللي هو يأتي بعده اللي قلنا قطرة ستة إنش إش راح نسوي نضغط يدفع الهواء المضغوط هواء مضغوط بدرجة عالية نضغط وين هذا الهواء المضغوط في الأنبوب الثاني اللي هو ستة إنش بحيث يعمل الهواء مع بخار الماء إلى رفع الرغوة الرغوة مرح تكون في حالة انصهر وين رح تندفع الرغوة رح تندفع الرغوة في الأنبوب الثالث اللي داخل احنا ثلاثة أنابيب متداخلة واحد بالآخر رح ترتفع الرغوة مالي الكبريت إلى الأعلى بالأنبوب الثالثة أربعة إنش نحو الخارج وراح نجي نستفاد من الكبريت إذن هذه طريقة استعمال الكبريت طريقة استعمال الكبريت مثل ما شرحت لكم إياها أو وضحتها طريقة استخراجه أو تعدينه قلنا بواسطة الحفارة ومثل ما تناولتها بالتفصيل الممتع توزيعه الجغرافي يوجد كميات كبيرة من الكبريت في السقلية وإيطاليا وتكساس والويزيانة في الولايات المتحدة وكذلك الهند والصين كما توجد منه كميات في العراق في حقل المشراق في نينوى هذا ما يسعفنا به الوقت شكرا جزيلا لحسن المتابعة والإصغاء دمتم برعاية الله وحفظه شكرا للمشاهدة